نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم نعاليم بسم الله الرحمن الرحيم عندنا قانون تأثير دوبلر قانون تأثير دوبلر عندنا أول شيء ثلاث قوانين هذا القانون الأول اللي هو الرئيسي وحنشوف القانونين الثانيا نبقى نفسر هذا القانون اللي بتكلم عن تأثير دوبلر أول شيء عندنا FD FD هذا التردد الذي يسمعه يسمعه من؟ D شوف D المراقب التردد اللي يسمعه المراقب سواء كان قريب من عند المصدر أو بعيد عن المصدر Fs هذا التردد الموجة المنبعثة من المصدر يعني البوري أو صفارة الإندار أو صوت الرعد وبرق يعني هذه الأشياء أما FD هذه وهذه فتدل على السرعة المتجهة لمين؟ لموجة الصوت يعني مثلا قال لك هناك تردد صوت مقداره 20 هيرتز يسير بسرعة مقدارها 10 متر في الثاني 10 متر في الثاني هي هذا الفي أما FD أما FD السرعة المتجهة للمراقب للمراقب طبعا السرعة المتجهة للمراقب إما أنه يكون واقف أو أنه يكون ماشي باتجاه صفارة الإندار أو يكون يبتعد عن صفارة الإندار إذا كان واقف عنده حالتين يعني أنه صفارة الإندار جاي عنده أو أنه صفارة الإندار رايحة من عنده وإذا كان هو ماشي إما أنه صفارة الإندار ثابتة هو قاعد يجي عندها أو أنه وعد يبتعد من عندها طيب عندي Fs Fs هذه هي السرعة المتجهة لمصدر الصوت ما يعني السرعة المتجهة لمصدر الصوت؟ لأنه يفترض أن السيارة هذه السيارة هذه قاعدة تطلع صفارة الإندار صفارة الإندار قلنا أنها هي عبارة عن V قلنا Fs صح؟ لأنها هي الصوت ترد السيارة هي Vs يعني سرعة من السرعة المتجهة لمصدر الصوت السيارة هي مصدر الصوت إنما الصوت هو Fs تردد الموجة الس تعني المصدر الف يعني التردد حق المصدر والV يعني سرعة حق المصدر اتفقنا؟ في الفيديو الثاني حنشوف القانونين الثانيين طبعا في هذا القانون هذا القانون نستخدمه إذا كان أو خليه في الفيديو الثاني حسنت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر